السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهم ببعض الحياكم الله وقواني 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 في حلقة جديدة برنامج آية وفائدة الآية التي معنا اليوم سورة البقرة 257 قول سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمن يخرجهم من الظلومات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلومات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نستفيد من هذه الآية أخواني وخواتي أمرا مهما وهو أن الله سبحانه وتعالى كما قال الله ولي الذين آمن أن رب العالمين يريد أن يطمئن المسلمين يطمئن عباده المؤمنين بأنه معهم ينصرهم ويساعدهم ويعزهم ويحميهم ويهديهم سبحانه وتعالى يعني الإنسان المسلم يقرأ هذه الآية يشعر بالطمئنين والراحة ليش؟ لأن الله معنا سبحانه وتعالى هذه معية تأييد ونصرة ومحبة الله ولي الذين آمنوا طيب أثر هذه الولاية يقول الله سبحانه وتعالى يخرجهم من الظلومات إلى النور في فعيدة مهمة جدا في هذا الجزم الآية أخواني أخواتي أن الحق واحد واضح مستقيم أما الباطل فمتعدد يجعل الإنسان في حيرة من أين أخذنا هذه الفائدة؟ بأن الله سبحانه وتعالى أتى بكلمة الظلمة بالجمع الظلمات أما كلمة النور فمفردة فالحق واحد وهذا يجعل الأمر سهلا أمام الناس أنا لما أعطيك خيار واحد أقولك هذا الخيار هو الصحيح الذي يوصلك من غير أن أجعل لك الاختيار بخلاف لو قلتك والله جدانك مثلا خمسة طرق ستة طرق وانت اختر فتجعل الإنسان في حيرة فهكذا طرق الظلام طرق الشيطان طرق الضلال متعددة وكلها تأخذ الإنسان إلى جهنم العياد بالله أما الحق فهو واضح وهو نور هذا النور في الدنيا وهذا النور في القبر وهذا النور يوم القيامة سبحان الله أهل الإيمان أهل نور الصلاة نور والإيمان نور وحياة المسلم كلها نور وإن كان يعيش هذا المسلم في فقر ولكنه يستنور بنور الله سبحانه وتعالى بالإيمان والقرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام فهو يعيش على هداية ووضوح الله ولي الذين آمنوا يخرجهم وينقذهم سبحانه وتعالى من الظلمات هكذا الشيطان يحرص أشد الحرص على أن يضل البني آدم بل هو أقسم لربنا سبحانه وتعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين فشغلة إبليس الشيطان الرجيم أن يغي بين آدم أن يدخلهم في النار لكن الله سبحانه وتعالى يحمي عباده المؤمنين فيخرجهم الله سبحانه وتعالى من الظلمات كيف أخرج الله سبحانه وتعالى الجيل الأول الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه من الظلمات ظلمة الشرك والظلم وسوء الأخلاق كان عندهم عبادة الأصنام فأنقذهم الله سبحانه وتعالى من عبادة الأصنام المتعددة إلى عبادة إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى 360 سنة كان حول الكعبة وكان يعبدون الحجر والشجر ويعملوا العشاء كثيرة فأخرجهم الله سبحانه وتعالى من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد كانوا يمارسون المحرمات الكثيرة الكبائر أكل الربا أكل مال يتيم أظلم المرأة فأخرجهم الله سبحانه وتعالى من ظلمة هذه الكبائر إلى نور الإيمان والعمل الصالح الذي ينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتسير منه وكذلك الله سبحانه وتعالى أخرج الناس من ظلمات الأخلاق السيئة سبحان الله كان عندهم السب والطعن والتنابز بالألغاب إلى نور الكلمة الطيبة إلى نور الابتسامة الابتسامة صدقة في الإسلام وهكذا كل شيء جميل في شريعة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كما قال الله ولي الذين آمن يخرجهم من الظلومات إلى النور وكما قال أحدهم جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد فتجد الراحة والحرية في عبادة رب واحد أما الإنسان يكون معبود للمال معبود للملوك ومعبود للشياطين وللكهان يكون في ضلال وحيرة فيخرج من كل هذه الظلمات إلى عبادة الله الواحد القهار الذي خلق سبحانه وتعالى أيضا نستفيد من هذا الآية أخواتي من قولي سبحانه وتعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فالطاغوت الشيطان والسحرة والكهان الذين يدعون الناس إلى عبادة مثل سبحان الله فرعون هذا طاغوت ليش؟ لأنه كان يدعو الناس بل يأمر الناس لعبادته وهو الذي ذكر الله سبحانه وتعالى عنه أنا ربكم الأعلى هذا طاغوت طيف الله سبحانه وتعالى قال عن هؤلاء الطواغوت وعباد الطواغوت أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فنجد أخواني أخواتي أن سبحان الله الجنة مرتبطة بالإيمان وبالأخلاق الطيبة وبالعمل الصالح والنار والعياذ بالله مرتبطة بماذا؟ بالشرك والأخلاق السيئة والكبائر الفائدة العظيمة أخواني أخواتي لأن الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين وطبعا هذا ما نستطيع فقط من هذه الآية آيات كثيرة إن تنصر الله ننصركم سبحان الله يعني نلاحظ أخواني أخواتي أن الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن عباده المؤمنين هذا الأمر المهم وكيف نحقق الإيمان؟ بالعمل الصالح فالإنسان اللي يحرص على عبادة ربه يجد رب العالمين معه إذا كنت مع الله سبحانه وتعالى في الرخاء كان معك في الشدائد سبحانه وتعالى لكن الله سبحانه وتعالى يختبر عباده المؤمنين ليمحصهم وكذلك يرفع من درجاتهم فالرسول عليه الصلاة والسلام مر في ابتلاءات كثيرة هل نقول هذا لكثرة ذنوب حاشاف عليه الصلاة والسلام؟ بل لا شك أن هذه الابتلاءات التي مر بها عليه الصلاة والسلام لرفع درجاته مر في ابتلاءات متعددة مختلفة وكثيرة إذا جئت عن فقد الأب والأم فقد فقد والده قبل أن يراه ولد النبي عليه الصلاة والسلام يتيما وكذلك فقد أمه وعمره سبحان الله ما تجاوز العشر سنوات ماتت زوجته عليه الصلاة والسلام خديجة نحب الناس إليه رضي الله تعالى عن فقد أولاده عليه الصلاة والسلام في حياته حاربه قومه طيب فهل هذه الابتلاءات نقول عقوبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا بل هذا لرفع درجة النبي عليه الصلاة والسلام أبصل الله سبحانه وتعالى إلى المقام المحمود فردوس الأعلى طيب إذن الله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا فإذا كنت تريد في معية الله سبحانه وتعالى وفي حفظ الله سبحانه وتعالى فاحرص على الإيمان والأمل الصالح أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من عباده المؤمنين بزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته